اشتركوا في القناة اللي يشتركوا في السياسة العراقية علي أن يتوقع في أي يوم أن حتى تنتهي حياته وأنا وصلت حياتي إلى النهاية في كثير من المرات يعني مش هاي المرة فقط هاي مو أول مرة يعني هذا يسلك طريق السياسة هكذا نعم وأنا بالذات يعني ما أعرف ليش يمكن حظه يجي أو أنا كنت نشط من الستينات وأنا حياتي في المخاطرات يعني دكتور رح أصغي لتجربتك رح أصغي للقصة منذ نيسان 1987 مو والقل قبض عليك 87 لا جنور يعني كانون الثاني يعني بلاية عام 87 نعم بلاية عام 87 يوم خمسة واحد خمسة واحد 87 كنت تخطط للخروج خارج العراق نعم وأقبض عليك نعم كيف الحقيقة أنا قبل ما يعني بدون ما أقول لك ليش جيت للعراق وش لون هيا رح نرجع لها نعم فأنا كنت في نية السفر إلى خارج العراق وكان أنا في كتابي ذاكر شخصية كردية كبيرة هو المرحوم الأستاذ جلال طالباني جلال طالباني نعم أستاذ جلال كان صديق صديق شخصي وصديق سياسي أنا مع مشتغلين سياسة وعلاقة شخصية صداقة شخصية فأنا كتبت له رسالة طلبت من عنده أن يساعدني أن أطلع خارج العراق بعد ما ضاقت بك السبل بعد ما ضاقت بي السبل بعد ما كان السفر ممنوع حاولت بأي طريقة وعائلتي عايشة بالخارج ما كان أكو وسيلة أخرى سواء لو أنتظر عدد من السنوات ما أعرف أمتى أو حاول أن أطلع على مسؤولية الخاصة وهذا قررت فاتصلت بالأخ الأستاذ المرحوم جلال طالباني فبسهولة شديدة شون أنتصلت به هو كان بالشمال أنت بغداد أزيلت لرسالة أكو صريق مشترك أكو صريق مشترك اللي هو الأستاذ بيرود الطالباني المحامي المعروف نعم في كاركوك بيرود صريق عمري يعني أنا ويا عايشين من عمارنا السنة يمكن تسوى صريق عمري فاتصلت بيرود كتبت رسالة للأستاذ جلال وصلها هو بأساليب الخاصة واجهت جواب أنه خليه يتفضل يجي فيتفضل يجي أنه أن أروح وأخوي الأصغر من عندي وسام ألح علي أنه أجي معاك يعني هو كان أمنيت أن يواصل دراسة الهندسة وين الوجهة؟ أنا إلى ألمانيا لا تريد وين تطلع؟ من انتفاقة وجلال وين؟ نعم الوجهة في منطقة قراشولان اللي قريبة على دوكان أو ذيش المناطق فعلى أساس يجي شخص من عنده منذوب يأخذني من الإسليمانية فرحت إلى وين الوجهة بعد إسليمانية؟ وين يوديك؟ إلى قراشولان لا بعدين بعدين وين؟ هنا أنا كنت طالب ثلاث أشياء إما أن يطلعوني وأنا عندي جواز سفري بجيبي إلى تركيا يوصلوني إلى تركيا من وصل تركيا أقدر بسهولة تمفتح أمامك التو نعم أقدر أركب سيارة رحني المطار أشتري التذكرة وأسافر أرجع لألمانيا أو أن أروح يذبني بالاتحاد السوفيتي في أي مكان بالاتحاد السوفيتي يذبني أو المسألة الأخرى أن يوصلني من العراق إلى السفارة الألمانية في طهران وهذا الاحتمال البعيد الثالث يعني هو قال لي كلهم متاحات يعني أقدر أحطك بتركيا وأقدر أحطك بالاتحاد السوفيتي أنت نقول لي وين تريد؟ يعني كان أفضل إلي أروح تركيا لكن رحنا إلى الإسليمانية في بيت الأستاذ جلال الشالي الأستاذ الشالي الأستاذ كمال الشالي اللي كان مدرس في كلية الزراعة في بكرجو في إسليمانية فبتنا عنده في البيت ليلة على أثاث الثاني يوم الصبح رح يجي المندوب من الأخ الأستاذ جلال يأخذني عنده ونتيسر لكن هذا المندوب الشخص المراسل اللي كان هو أحد الثقات يعني أحد الموثوقين عند جلال كان متعرض الحادثة واضطر يعني بيعني للأجهزة العراقية شنو؟ أخوه أخوه كان جايب ته ما منه شي اسمه؟ أخوه هو اسمه أمر جرمكة أمر جرمكة نعم هو من عائلة كريمة هل يسمع له هسذا عدل؟ لا طيب لا متوفي توفي لا رحمة الله فهذا هو من عائلة كريمة يعني عشيرة معروفة وناس محترمين وهو كان يشتغل مراسل الشخصي لجلال فجلال موصي قال إلا تروح تجيب واحد من بيت كمال شالي قال له إيه بسيطة كل مرة يسويه يعني اعتيادية عندها المهمة قال له بس هذا واحد مهم يعني تنطعينك وما تنطي بالحرف الواحد تنطعينك وما تنطي فهو بقى بقى تحفر بدماغه شنو منو هذا اللي تنطعينك وما تنطي فمن إجا للسليمانية شاف أخوه مسجون بتهريبة يعني قشغ بتهريبة كبيرة يعني حسبة مليون دولار يعني بذيش اليوم فراح على الاستخبارات هو يعرفهم من الاستخبارات يعني يشتغل مع الاستخبارات ومع الجلال فقالهم أخويا محبوص طلعوا قالوا له قضية كبيرة ما نقدر نطلع قالوا لهم إذا انطيكم فالشغلة كبيرة بمقابلها قالوا شنو أكو شيء كبير بقدها التهريبة يعني قالهم إي واحد جلال يقول لي جلال يقول لي انطي عينك ولا تنطي فقالوا لي إي منه هذا قالهم والله اسمه ما عرفه يعني بس يعني هذا كلام جلال إلي أنه سلم عينك وما تسلمه فهكذا قال لي لهم وقالهم ما عرف اسمه بس متوعد ويا الصبح ساعة ستة ببيت كمال الشالي والله إحنا نايمين ببيت كمال الشالي ما شفنا غيره الاستخبارات فوق راسنا بالضبط فوق راسنا نايمين بلقاء ورشاشات فوق راسنا وقع الفائس بالرأس وقع الفائس بالرأس وقع الفائس بالرأس وصفقته ما شات أخو طلعه أخو ما أدري عاد ما أعرف التفاصيل ما أذيكه انت الآن في المص يده ما بات صرت بيديه خلاص محبوس شنو بديش اللحظة ما يعرفوني حتى بالسليمانية ما كثير عرفوني يعني ضرغام عبدالله الدباق ضرغام الدباق مو هل قد يعني ما أعتقد عرفوني مهم بس أرفو شي مهم يعني حطوني بسيارة دزوني بس أنتم أربعة يا هل مهم بيكم آني هم ما يعرفوك أرفو آني عرفو هذا وحد من هم الثنين بقاء أخوك وسام وسام وقعني وولد اسمه سلام مدلول سلام بيروت صديقي قال لي ضرغام انت رايح يا مام جلال وبطريقك هذا همين خلي يطلعوا وياكم بلك تقدر توصلها لأوروبا بطريقة قلت له بسيطة تجيبه فوديونا الكاركوك فشعبة الاستخبارات العسكرية بكاركوك شي اسمك آني ضرغام الدباق وانت دكتور ضرغام قلت له يعني عاد عرفو هنا صار بدت الاتصالات بدت الهدف عدنا الأمور صارت تصير جدية هسا فخابروهم شنو قالهم أبد فورا نجيبوهم لبغداد كان دنيا صاير ليل يعني خلونا للصبوح الصبوح الغبشة طلعونا على بغداد بغداد على بغداد فجابونا لبغداد عيوننا مشتشدة طبعا لكن أنا عرفت أنه جابونا عن طريق الفتحة يعني مو عن طريق ديلتاوة والخالص وبغداد عن طريق اللاخ أنت بهاي اللحظة عرفتك وغدر لو لا أكيد يعني على الأرجح على الأرجح رجحت طبعا هذا مراسل جلال إما مراقبين هذا المراسل أو مراقبين البيت كمال شالي لأنه شخصية كردية مشهورة أو أكليك معروفة أو نشوف راح نشوف شنو القصة وصلنا لبغداد ودونا الشعب الخامسة اللي بالكاظمية فاستقبلونا استقبال الحسن يعني من الطريقة المعهودة لطيفة دقدقونا شوية يعني وفتنا وصار التحقيق بلشوا بالتحقيق ويانا افتهمت بالتحقيق أنه عرفوك جيدا إي إي لا خلاص ضرعام خلاص ضرعام الدبع لا لا خلاص معروف الاسم أنا واحد من طباط الاستخبارات قل لي أنا قاري لك كتاب اللي هو حرب فوكلاند دارسي بكلية الأركان بغداد بين بريطانيا نعم نعم بين بريطانيا وارجنتين فقال لي أنا قرأت كتابك أنت زين خوش كتاب هذا قلت لي يعني يعني أسوي شيغل زين أنه من أشتغل قل لي بس حرامات أنت ليش روح تروح أكي شي يعني هو متنبئ لأنه أنت رحت يعني قضيتك انتهت طبعا معاييرهم وفي فرلا موسهلة أنا ما كثير ما كنت مهتم يعني يعني أعرف لفتور للأمانة كنت مسترخيل ومشنج هوية لا ما داير بال أنا أول مرة أتوقف أعرف 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 أول مرة أحقق أعرف شوف شوف شنوه شو مخلي الأرجح ببالك أين عدم الأرجح لأنه أعرف أعرف حسابات قديمة فواتير فايلات وفي الفعل يجي صار فواتير فواتير مطلوبة الدفع أعزم تستحق الدفع مطلوبة الدفع